أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة تفاصيل انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي لبترول وذلك خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر فبراير المقبل يشارك في المؤتمر أكثر من ستة وعشرين ألف مشارك وماتين وستين متحدثا يمثلون المسؤولين والخبراء ورؤساء شركات البترول والطاقة بالإضافة إلى أكثر من أربعمائة وخمسين عارضا من شركات البترول المحلية والعالمية كما يشهد أيضا عقد عدة جلسات عن وقود الهايدروشن والمناخ والغاز المضغوط إلى جانب الجلسات الخاصة بتمكين المرأة في قطاع البترول وبرامج لتدريب الشباب كنا موجودين علشان نطلق الإعلان الخاص بإن شاء الله النسخة الخامسة من مؤتمر مصر ومعرض البترول الدولي في نسخته الخامسة إن شاء الله من يوم 14 إلى يوم 16 فبراير القادم وبإذن الله إحنا بدعم من فخامة الرئيس اللي بيرعى المؤتمر وبيحضره إن شاء الله للإفتتاح إحنا طبعا يعني تلقينا حتى الآن تأكيدات من وزراء دوليين ومن شركات رؤساء شركات دولية وأجنحة كثيرة ستكون ممثلة لدول مختلفة مع عدد كبير جدا من العرضين إن شاء الله نتوقع أنه يكون حضور كثير